في أفكار تتداول عجيبة غريبة أفكار نسميها أفكار استبدادية أفكار استبدادية من طرف واحد تتبنىها الماسونية العالمية الماسونية شعارها السلام المحبة الإخاء في ناس يشككون في وجود الماسونية وما إليها لا موجودة والآن تطورت تطور آخر غير نظمها في القرنين الماضيين يقولون السلام والمحبة والإخاء يشيعون أن من معالم الحضارة والرقي أن يكون هناك بث للسلام والمحبة ونبذ الكراهية طيب السلام الله جل وعلا هو السلام المحبة مطلوبة لمن يستحقها نبذ الكراهية مطلوبة لمن لا يستحق الكراهية لكن الحاصل عجيب الحاصل أنهم يطلبون من الناس من الأمة الإسلامية السلامة وهم لا يسالمونها ويطلبون منا أن نحبهم وهم لا يحبوننا ويطلبون مننا أن ننبذ الكراهية لهم وهم يكرهوننا فأي ميزان يكون بذلك يأتي المستبد القوي في العالم ويبث أفكاره بأننا فلا بد أن نبث السلام طب أنت سالمنا سلمنا من شرك في ديننا في عقيدتنا في أوطاننا في أناسنا في المسلمين في شرائعنا سلمنا من شرك هم يستبدون ويدخلون حتى على البيوت ثم يقولون عش معنا في سلام المحبة انشر المحبة وهم لا يحبونك وقرأوا التقارير العالمية في كل مكان تعلمون حجم ما يكنونه للمسلمين ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لا تكرهوا الكراهية الدعوة السلفية أو الدعوة كما يسمونها الوحابية الإسلام المتشدد يبث الكراهية لماذا وهل العالم يبث الآن إلا الكراهية الإنسان الذي لا يتركك في حالك هذا يريد بك الخير لا يريد بك الخير الحب يكون بين المتحابين بين أهل الملة الواحدة حب الديني بين الملل فيه التعامل فيه المسالمة فيه الموادعة فيه المعاهدة فيها سباب كثيرة للتعايش لكن أن تكون مسالماً بلا معادات محباً بلا كراهية لا تكره أحداً هذا هذا انحراف عن الفطرة واستبداء تسلط حتى على المشاعر ولذلك إذا كان الأمر كما ترون من الشدة فيجب علينا أن نرجع إلى الأصول الشرعية الأصول الشرعية تجعلك في يقين بأن الله جل وعلا هو الذي شرع لنا كيف تكون مشاعرنا كيف تكون مشاعرنا اللي شرعها الله جل وعلا من الذي أعلم بمن نوالي ومن نعادي هو الله جل وعلا في القرآن قال لنا ربنا جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً الله جل وعلا أعلم بأعدائنا إذن فصلها من الذي فصلها الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا العداوة ناس عادوا الله جل وعلا ناس عادوا جبريل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين إذن مسائل الحب والبغض المشاعر الإسلام يغذيها بالإيمان وبما قال الله جل وعلا لا تلتفت إلى من يغذيها بغير الدليل فتضل فتكون مشاعرك الإيمانية أسيرة لمن غذاها بغير الدليل الشرعي ولا تكن مع الذين حرفوها لأن تكون وفق أهواء المستبد العالمي لأن الاستبداد العالمي اليوم يغير حتى المشاعر